في سبيل الأبطاء حقيقة اليوم نحن سعداء سعداء عندما نرى طلابنا طلاب الصف التاسع اليوم يبدعون يفكرون يأتون بشيء جديد في ظل إحياء ذكرى الإسراء والمعراج ينطلقون معنا بمبادرة طيبة مبادرة المنتوجات الغذائية بتصنيع أنفسهم بمشاركة أولياء الأمور أمهاتهم بمشاركة معلميهم ومعلماتهم اليوم يتميزون بشيء جديد في مدرسة الإسراء النموذجية حقيقة نكن كل الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم لمشاركتها اليوم معنا بهذه الفعالية قسم التربية المهنية الأستاذة فتحية شيخة أيضا هذه المبادرة جاءت برعاية لجنة زكاة طول كرم المركزية ممثلة برئيسها الحاج غازي الحاج كاسم الذي لم يأل جهدا إلا ويبذله في سبيل دعم وتطوير هذه المدارس مدرسة الإسراء النموذجية اليوم تسعى لأن تخلق هذا الجيل الجيل الذي يفكر الجيل الذي يبدع الجيل الذي يتسم بالحافزية والدافعية حقيقة فخورون بهذه المبادرة فخورون بمشاركة المجتمع المحلي من أولياء الأمور الأكارم اليوم كانت زيارة لمدرسة ذكور الإسراء الأساسية صحيح هي مدرسة خاصة لكن تتميز بإنجاز كثير من الأنشطة من ضمن اليوم النشاط اللي هو للأستاذ عمر وأنا حقيقة اندهشت كثير يعني اني تفاجأت في الإنتاج اللي هو منتج لأنه منطبق كل أنشطة المنهاج بالنسبة لفعالية التصنيع الغذائي وكان تعاون طلاب وهم عارفين يعني هو من إنتاج الطلاب مش إنتاج خارجي العديد منها وإذا كل قليل جدا كان برضو بمشاركة الطلاب إذا كان قسم من هذه المنتجات أنتج في المنزل فشارك الطلاب أهليهم فيها لكن القسم الأكبر تم إنتاجه في داخل المدرسة بإشراك معلمهم أنا في البداية كنت أتوقع أنه معلمهم هو تخصصه تربية مهنية وأنه عنده فكرة عن تربية مهنية لكن تفاجأت أنه تخصصه تربية إسلامية هو بشتغل كشخص هاوي متكن للمهن الموجودة في المنهاج وكمان ضميره يعني حي وبشتغل بحق ربنا الله يعطي ألف عافية وطلابنا ما شاء الله عنهم هو تغيير هو أنه بالنسبة لأي نشاط يطبق في داخل المدرسة منه تغيير للطلاب منه اكتشاف لمواهب الطلاب الموجودة منه يعني بخرج عندي ناس مهنيين وبتظهر مواهبهم من خلال هاي الأنشطة مدارس الإسراء هي أحدة مارسة الزكاة طول كريم وهي التي تكون بالإشراف على مدارس الإسراء على تطويرها ونشكر مدير مدرسة ومعلمينها ومعلماتها على القيام في هذا اليوم في أعداد المنتجات الغذائية وهذا اعتبرت من النشاطات المنهجية لهذه المدرسة ولقد حقت هذه المدرسة مواقع متقدمة سواء في التعليم وفي الأنشطة المنهجية فلكل الشكر والتكديل لمدير المدرسة الأساس لا في زكوت وللمدرسين والمدرسات على جهود المباركة وعلى أبنائنا الطلبة على هذا المشروع يكون نبيع في أحسن حال يعني أولا أنا جيت بطلب من المدرسة مشكورة على أن أشوف فعالية من النوع وأنا كثير بصراحة مبسوط لهذه الفعالية وياريت أنه تكون كمان فعاليات من هالنوع بتشجع طلابنا وبيظلهم انتمائهم بصراحة ووجودهم للمدرسة إنهم باستمرار يكونوا محبين للمدرسة ما يكون في فعاليات هي بتقطع الروتيني اللي موجود داخل المدرسة وهذا الإشي بالفعل أسعدني وأفرحني لأني شفت الفرحة بعين ابني وبالفعل أنا بشكر الإدارة على هاي الفعالية وكل الاحترام لهم مشكورين مشروعنا يتمحمر حاول تصنيع المنتجات الغذائية والتي قام بإعدادها طلاب الصف التاسع تحت إشراف الأستاذ عمر وبعض المعلمين ومساعدة الأهالي فكرة المسروع لإحياء ذكرى الإسراء والمعراض